تحية غاترة مداخلة جديدة بعنوان اليسار الجديد حسب موريس مارلو بونتي المقدمة التي تنفصل للفلسفة السياسية لموريس مارلو بونتي مولود في 1908 ومتوافي 1961 عن مواقفه ومشاركته في الحياة السياسية في فرنسا وقد رسخ قدمه وبقوة في التراث الفينالوجي ورأى ان الفلسف يجب ان تسمح لنا بمعرفة امكانياتنا احتمالات في عصرنا امكانياتنا في وصف الواقع والتغييره حتى نكون قادرين على الاختيار والفعل وبالتالي الاثرار الى مؤخرة في السياسة مع الحفاظ على هامش مناورة لها دون تحديد او فرن موقف او اجراء ايديولوجي او اجراء حزبي او معين اولا تكون سياسي لمورس مارلو بونتي ولده في 14 مارس في 1908 في نورماندي ونالش هالك الباكالوريا في باريس عام 1924 ما حصل على جهاز الامتياز في مناظ التبريس في الفلسفة هذا الدرس الاولى جعله يرى نفسها فيلصوفا ينفهم ممارسة الفلسفة كطريقة ملموسة لطرح الاسئلة حول ما يعيشه سأل مارلو بونتي نفسه ذات مرة قبل كل شيء حول علاقته بالاخرين حصل على يعني اطرحته سن 1937 وخلف سيمون دو بوورو وسيمون فاي ثم ادى الخدمة العسكرية حتى اكتوبر 1931 يعني ربما من اجل حماية كاثوليكاتي من كل تعصب الدين الاعمى اقترب مارلو بونتي من الدوائر الكاثوليكي اليسارية في متصف الثلاثينين ولسيمة الدومنيكان وفكر او اسبري هذا هو واقع العديد من البيانات السياسية معه بدأ دراس ماركس فيما مجموعة مجالة فكر والتي كانت مهتمة بشكل خاص بالنزعة الانسانية في كتباتها المبكر من عام 1937 الى 1939 حضر ايض الندوات عن هيكل لالكسوندر كوجيب والذي اراد كوجيب استخدامه كأداة دعاية ماركسية رفض مارلو بونتي الانضمام الى الحزب الشيوعي منزعج من دغمائية مناظيني ومحاكمات موسكو وابتعد عن الكاثوليك حتى ينفصل عن مجلة فكر بعد مؤتمر عام 1937 حيث اكد مونية على دغمائية معينة يعني مؤسس مجال الفكر مونية خبل ان يتخلى تماما عن معتقداته الدينية بعد بضعة اشهر وهكذا اقترب مارلو بونتي من اثنين من اهم الفلسفة من اجل ان يأتي عملهم من قراءتهما بالنسبة لماركس من قبل الكاثوليك وبالنسبة ليك من قبل الماركسي كوجيب بعد ان ايب بنفسي عن الكاثوليك اقترب من تروسكيين ولسيما دايفيد روسيت ثم اثناء العرب اقترب الى الشوعيين مما في ذلك بير نوفيل وبيير هيرفي ذهب مارلو بونتي الى العرب بصفته ملازما ثانيا في سلاح موشيد مجرد تسريع تم تعيينه استاذ المفلسف معاد كارنو وسأنا فامنسبها في معه الدراسات العلوي وبدأ ما يمكن ان يكون مقاومتها للاحتلال منذ بداية العام دراسي شكل مجموعة مقاومة تحت تسمى تحت الحذاء والتي ذمت من بين اخرين ديسانتي وديبو وفيكتور كوزان وبيكيرت توفي الاخيران اثناء الحرب كتور كوزان وبيكيرت عندما عادة سارتر من الاسر عام 1941 انتصل بين مارلو بونتي واندمجت مجموعة تهمة ليصبح مجموعة واحدة اسمها الاشتراكية والحرية بالنسبة للمجموعة كان الامر يتعلق بمحاربة الاحتلال الالماني مع تمييز نفسهما عن كل من الشوعيين او الاشتراكيين والديقوليين ومع ذلك فان الاشتراكية ومجموعة الاشتراكية والحرية لم تنجح لم تنجوا من دخول حرب الاتحاد السوفيتي واجاذبية الجامعات الثورية الشوعية وسينضم معظم اعضائي الى صفوف العزب الشوعي اثناء الحرب او بعدها المجموعة ببطء لكن ذلك لم يكن نهاية انشطة مجموعة الاشتراكية والحرية السياسية بالطبع ظلت اطروحات الاشتراكية والانسانية نشاطها الرئيسي واستفادة من وصولها الى بعض مخطوطات هوسير مباشرة قبل الحرب وبعدها ومع ذلك فهو لا ينسح بأي شكل من اشكال من هذا العمل واكمل التدريب الماركسي بقراءة ماكس ولينين وتروتسكي تحتوي ذا يعني في ملوجة الادراك العيسي ايضا على العديد من الاشارات الى الماركسية ويمكن قراءة الجزء الاخير منها كرد بفعل على صارتر بناء على افكار مشتركة بينها في موجة الهوسيرولية والماركسية حتى في صفوف هذه المجموعة ربما اختلف او عاصى من المنهج وتعلم الماركس وهيكل ومن طلابه وابقا لوايت سيد سنة 1988 وقد كان ينتمى اذن الى جماعة الجبهة الوطنية الجامعية او الجبهة الجامعية الوطنية وربما كان يوزع منشورات في المدرسة الثانوية خلال تحرير باريس انضمع الى دورية مسلحة يعني هو لم ينخرج في عم السياسة فقط بالنظر وانما بالفعل بالممارسة ايضا حتى برفع السلح في وجه العدو النازي ثانين اعادة التفكير في الماركسي عند التحرير اساس امر لبونتي مع جون بول سارتر واسيمون دي بوفار رفقته مما مجلة الازم منها الحديث والتي كان مديرها السياسة على رغم الانتفاق معها سارتر كانها ربما امر مجهولا كنمار لبونتي هو الاكثر تأثير على الخطة التحرير لمجلة الازم من الحديث حيث اتخذ خلال بشأن الموضوعات السياسية عسب مثال الحرب الهند السينية او نازيط هايدوغير او الوضع في الاتحاد السوفيتي موقف من الاتحاد السوفيتي او حتى خطة مارشيل موقف من خطة مارشيل الامريكية تجاه الاوروبا ونبر التبني مختلفة جدا عن العمل الاسبوع القريب من الحزب الشوعي الذي كان اعضاهم مقربين من مارلو بونتي والمقالات التي سيتم نشرها نشرها هو نفسه العديد من النصوص هناك في العمل الاسبوع القريب من الحزب الشوعي الفرنسي ومن الاعداد الاولى تأملات حول الاحتلال النازل لفرنسا حول العلاقة بين المركسية والفيمنوجيا وحتى انتقادات لسياسات الاعزاب في السلطة لسيم الحزب الشوعي الفرنسي ولكن ايضا الديقوليين كان ينتقد كثيرا اليمين مقالته الحرب حدثت ومن اجل الحقيقة هي بيانت على خير المقربة جديدة للسياسة وصوحات من كل المقربة في الموجياه والماركسية التي تمت قراءتها في ذوء القرن العشرين ضد الغموض واستنفذ اللغة السياسية يدافع مارلو بونتي عن مشاريع المعرفة والتوضيح السياسي مهمة المثقفين هي تقييم هذا القرن واشكال الغامضة التي يقدمها لنا يجب ان يكون الدرس العظيم للحرب هو تحمل مسؤولية ليس فقط عن الحياة في المجتمع والافعال التي نتخذها هناك ولكن ايضا عن المعنى الذي تحمله لكل شخص اخر بسبب السياق التاريخي يجب ان يكون الدرس العظيم للحرب هو تحمل مسؤولية ليس فقط عن الحياة في المجتمع والافعال التي نتخذها هناك ولكن ايضا عن المعنى الذي تحمله لكل شخص اخر بسبب السياق التاريخي يعني بداية هذه التاريخة يجب ان نفهم التاريخ على انه مزيج من الضرورة والصدفة ينبثق المعنى من محاولات الفهم التاريخ والسياسي انه هذا التغيير ولكنه دائم الوجود مما يعني اننا يجب ان نجده في لحظة الفهم والعمل الذي يتيحه المعنى بالنسبة للاخرين هو نفس المعنى بالنسبة الى الذين هو حقيقي وصريح وصحيح اذا كنت الماركسية ستستمر في انها تترافق مع رفض الحتمية التاريخية ومع ادراك امكانية فشل كل عمل كل فعل والفشل النهائي للانسانية في الفوضى والهمجي بعد هذا القول يرى مربوطة انه لا يمكن الهروب من الحقيقة اللي من خلال جميع افعالنا انجازنا لجميع افعالنا الان نرتبط بالاخرين كما اننا نخلق الثقاف ونصنع اشكال جديدة في المنحة الاجتماعية ان البروليتاريا واحدة قادرة ان تقود الى منظمة اجتماعية لا تكون مجرد عنف لانها تقدم بالفعل بداية الاعتراف بالاخرين كذوات كبشرة منذ ذلك الحين كانت الثورة هي الحل الوحيد لمشكلة البروليتاريا ليس بسبب الضرورة ولكن لانها في عام 1945 على الاقل لم يقدم اي حل اخر نفسه في غضون ذلك يجبو جعل الوطن يرى ان فرنسا قد اضعفت اضعفت واصبعت قوة من درجة ثانية وتحت تأثير خاصة رليتيمونية بها في الحرب ويجبو التذكير البروليتاري العالمي وبالتالي ايضا في فرنسا بانها عامل ثورة فقط اذا ادركت ناسا على انها كونية وهو امر ممكن فقط اذا اجتمعت البروليتار الموجودة في المدان المختلفة وعملت معا على رغم ان المرليبونتي لم يتخلى عن نزعة الانسانية وقام على قد كانت شفافة قد الامكان بين الناس فقد تعلم ان من الحرب ان القيم رمزية وانها بحاجة الى بنية تحتية اقتصادية وسياسية للوجود لم نقوم بايشية حتى الان حتى نختار اولئك الذين سيحملون خيامنا معنا في التاريخ كما قال معلقا على ماكيا فيلي نيكولا اذا لم نتمكن من التأكيد من ان الدولة سوف تتلاشى او العلاقات السياسية او الاجتماعية ستصبح انسانية فقط فنحن نعلم انه يجب علينا محاربة استبدال معادات اسامية والفاشية والبحث عن الحقيقة الفعالة ودركت منه الاختلاف عن عقيدة الهزب قدم مرليبونتي موقعه باعتبار ارتوديكسيين داخل الماركسية المهمة بالنسبة له هي قبل كل شيء هي المعرفة ولكنه يسير جديد وتقدمي في ماركسية بدونها لا يمكن الحكم او الفعل وفاقه كل شيء يجب ان لا نحتقد ان البروليتاريين واحدهم ومن يمكنهم فهم التاريخ العكس تماما فان اراءنا تؤثر فقط على من نحت طالما انها تتعلق طالما انها تتعلق فقط تتعلق بعواقب الافعال التي تؤثر علينا لانهم في السياسة توجد الحقيقة الوحيدة للفرد في افعاله وتكمل حقيقة الفعل في افعاله من العواقب والرأي الذي لدي الاخرين منها هو مثل مثل الرأي الذي لدينا عن انفسنا ثالثين مشكلة العنف واصل امار روبونتي هذه الافقاء في صلب اليسارية في صلب اليسار الجديد في سلسة من المقالات التي تنشط في مجالة الازمة الحديثة بين عامي 1946 و 1947 تحت عنوان يوغي والبروليتاري وتم تقديمه لأول مارك رد نقدي شديد على ارتور كلاستر هذه النصوص التي ستصبح كتاب الانسانية والارهاب ليس موضوع محاكمة موسك كما تدعي القراءة المشتركة فهي مجرد واحد من الموضوعات فالانها تعمل توضيحات المشكلات التي تضراحها ممارس العنف ضد الانسانية درس مرلو بونتو لينين و تروتسكي في هذا السياق ولكن اذا تعامل مع نصوصيهما بذلك من حيث انها تشهد على نفس النزعة الانسانية التي يتمتع بها ماركس الشاب وهيدا من مرتبطة بكلماته وأفعاله كسياسة التي تناقض مبادئه لحد كبيره الماركسية كما اقترح مارلو بونتي تجعل من الممكن تجاوز التنقضات بين الموضوعي والذاتي وبين الثرورة والصدفة بين الثورة والفرد وحتى بين الغاية والوسائل اذا كان اعتراف بروليتاريا بالبروليتاريا يجعل من الممكن تجاوز هذه التعارضات فذلك لان هذا التجاوز خاص بكل العلاقات الانسانية فان البروليتاريا تجد نفسها في وضع متميز بسبب عملية لذلك سيكون سؤال في السياسة هو اعتراف الانسان بالانسان لا يوجد شيء سوى وجهة نظر البشرية وكل الحقيقة تنشع من المرسع بين البشر من خلال النقدة للرأسمالية والليبرالية وفحص المعاكمة موسكو انتقد مارلو بونتي كل سياسة فيما تحتويه من قاهر واستغلال من حيث انها لا تتحمل عنفها اكثر من انسانيتها انها ليست مسألة تبرير او رفض المحاكمات قد اوضح مارلو بونتي ان هذه الاعمال سياسية ورسم محاكمات بالمعنى القانوني ولكن ما عرفت ما تقول وهذه الاحداث حول اي سياسة اخفاء العنف في المعاكمات او في المستوطنين هو اضفاء الطابع المؤسساتي عليها واضفاء شرعية عليها على هذه الممارسات وكأنها غير عنيفة على اكس من ذلك ان تفترض ان ذلك يمنحك فرصة لتجاوز ذلك ما يهدد اي حذرة وان تقتل احدا بسبب افكاره باخفائه فقط الخلق من خلال العنف والبحث عن الحقيقة يمكن ان يؤدي لشيئا اخر غير العنف لذلك يجب انتقاد سياسة ستالين بشدة ولكن بنافس القدر المثل الليبيرالي انتقاد المثل الليبيرالية فهي متوحشة لجانب العنف هناك ارهب خاص بالتاريخ ينبع من فاعليه يعني منظره ايضا ليس فقط فاعلي منظره ومن قائل القصة ايضا نحن مسؤولين عن العواقب غير مرغوب فيها لأفعال كما لو كنا قد قصدناها بالضبط تبدو حقيقتنا للاخرين اعتباطية الهدف من الفعل هو القيام بالعنف تجاه الحقاق الوقاع الراهن وكذلك بحق اولئك الذين يدفعون عنها مثل اولئك الذين يرون فيها حقيقة اخر والمعيار الاول في السياسة هو النجاح وبالتأكيد بدون نجاح لا توجد سياسة شرعية ممكن هذا قول على غاية من الاهمية معيار الاول في السياسة هو النجاح وبالتأكيد بدون نجاح لا توجد سياسة مقبولة او شرعية صحيحة وممكنة ومحتملة لكن النجاح هو أحده اللي يكفي لجعل سياسة مشروعة ولا لأثبت أنها كانت سياسة الوحيدة الممكنة ومع ذلك لسنا الوحيدين مع ذلك لسنا وحدة كل وجهة نظرنا تعتمد على وجهة نظر الأخيرين وجذورنا في العالم وفي التاريخ ما هم ليس العنف وأمر حتبي ولكن معناه معنى العنف أنه يتم أخذ وجهة نظر الأخرى في الاعتبار السلم مثلا لا عنف لأنه هي التي تعطي معنى لوجودنا تنبع إنسانية الماركسية من نظرياتها حول معنى التاريخ كما حملته وحلمت به أي عمل أي فعل يجب أن يكون من ثابت حلوسات يجب أن يهد في الرفع مستوعي والعنف الذي يمرس ضد الوقاعة ويجب على البشر أن يفوض التاريخ في هذا الاتجاه بالطبع يجب أن نحكم على الأنظمة السياسية من هذا المنوال على هذا المنوال على منوال المعنى وليس الواقع الواقع أو الحقيقة ولكن يجب أن نفعل ذلك في ظوء الأنظمة الأخرى القائمة بمقارنتها مبادئة وأفعالها كما فعل مورو بونتي في مقاله من أجل الحقيقة اختتم الإنسانية والإرهاب بملاحظة الحاجة إلى سياسة الانتظار والترقب أنه يرفض الشعوعية أو العقيدة الحالية يعني في الاتحاد السوفيتي وفي الشعوعية التي يتبعها التي يتبعها الحزب الشعوع الفرنسي ويؤكد أنه كلما زاد معرفته بالتحاد السوفيتي زاد صعوب تفهمه وفقاً للمعايير الماركسية لذلك فهو يشك بالفعل في إمكانية وجود مجتمع على طبق في الاتحاد السوفيتي لأنه لا يبقى لديه سواء إرادة القادرة للتقدم ويخلص إلى أنه قبل كل شيء يجب على الماركس أن يتجنب الحرب ويرفض الاختيار بين الشعير ورأس مالية ويرفض كل الغموض وكل دعاية ويرفض الإنخراط في الارتباق السلام هو الفرصة الوحيدة البروريتاريين ومعام الأنسانية ويجب عمل كل شيء لحفاظ عليه دون تبني موقف سلمي ورفض الحرب بأي ثمن هنا يرفض محاصرة الاتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتي ووضع إلى الحق في وضع تختار فيه الحرب على الحواء وهكذا طالما أن الاتحاد السوفيتي لا يظهر إرادة الحرب يجب أن نحاول فهمه قبل كل شيء يجب أن نعتبره منظورا سياسيين أخذ للعالم الغربي الرأسمالي ونحترمه على هذا النحو رابعا فواصل واستمراري أخذ مرلو بونتي على محمل جد مهمة معرفة الحاضر ومعيار الحفاظ على موقف التعاطف تجاه الاتحاد السوفيتي من عام 1947 إلى 1951 واصل الاعتراف على الحياة الاجتماعية في الاتحاد السوفيتي والسياسات التي تم تنفيذها هنا وهكذا في ظهورها على الراديو وفي مجلة الأزمنة الحديثة أصبح ينتقد بشكل متزيد للاتحاد السوفيتي كما يقول أولا ثم أكد بشأن لوكاش أن حرية النقطة أحد المطالب الملكسية التي شركها مرلو بونتي غير موجودة بين الشيوعين أخينا في عام 1950 حسب قولة لم تكن هناك سيلة بين الشيوعية الحزب الشيوع الفرنسي والحزب الشيوع السوفيتي والماركسية وفي هذه الأثناء حدثت قطيع كبيرة ظل صابتا حتى عام 1955 ولكنه عاد إلى بداية الحرب الكورية عاد إلى الساحة السياسية في بداية الحرب الكورية الظهور للاتحاد السوفيتي من خلال عدم تدخل لمنع تصرفات كوريا الشمالية يعني في الحقيقة موقف مرلو بونتي أنه إذا لم يرغب صراحة في الحرب أو خاذها علنا بل أن يفعل شيئا لمنعها إذا كان يخدم مصالحها فجأة تصبح قوة أمبريالية مثل غيرها من دون أي امتيازين التحدث عن الاتحاد السوفيتي في نفس اللحظة التي تتخلى فيها مرلو بونتي عن تعاند تفا الأخير مع الشيوعين مع التزام مع الماركسي دخل في سراع مع جون بول سارت حول موقف الذي يجب التنبه لنية كشخص قد أثار كلهم ومحادثات مطاولة حيث أثرت على الماركسية بقدر ما أثرت على فلسفة الوجودية كانت ستقتهما متوترة لدرجة أنه أسمح من الصعب عليهم الاستمرار في تقاسم مسؤوليات المجلة في أحقاب الحرب الكورية أراد مرلو بونتي أن يظل سامتا حيث كانت لقوة الغاشمة هي التي ستقرب وهي صماء لندائي المثقفين وعمياء عن كل العقل وذلك إذا بين عام 1959 و1952 تمكنت مراجعة القوة الغاشمة هي السلطة السلطة القائمة أنا ذيك نعم السلطة السياسية نعم يعني حيث أظهرت مقالة المقدمة الطعاتف الذي أبدته المجلة ولكن لم تنكر سراحة فيما تعلق بالشيوعية ومن ناحية أخرى منذ فشل التجمع الديمقراطي الثوري الذي حاول تأسيسه مع جون بول سارتر الذي أنشأه مع ديفيد روسيت وجرال روزانتال وانضم إليه مرلو بونتي دون أن تورد في ذلك مفضلاً تتعامل مع الأزمن الحديث عاد سارتر إلى الخدمة في المجلة وأصبح أقرب إلى شعيين من الحزب الشيوعي الفرنسي لدرجة أنه عقب اعتقال الأمين العام من الحزب الشيوعي الفرنسي جاك دوكلوس لأسباب مشكوب فيها في أحسن الحوال كتب سارتر مقالة طويل نشره في مجلة الأزمن الحديثة في عدة أجزاء الشيوعيين والسلام والذي يتنقض ضمنياً في عدة نقاط مع أفكار مرلو بونتي والتي فصلت الطالب السابق المتعاون الوثيق مع الأخير كلود ليفور بعد هذه الخلافات كل ما يتطلبه الأمر هو الخلاف المقترن بسلسة من الغيابات القصيرة من باريس من قبل المخرجين اللي جعل القضية تنفجر استقال مرلو بونتي من منصبه في المجلة في عام 1950 ومع ذلك لم يجد نفسها مهمة مشان في المجال الفكر الفرنسي لقد تم بالفعل انتخابها لرئاسة قسم الفرنسي في مدرسة في المعهد الفرنسي تمت كتابة مغامرات الديلكتيك بهدف شرح الأسباب الفلسفية لانفصالة عن ماركسية أي أسباب التخلي عن ماركسية وليس فقط دعم الاتحاد السوفيتي الفصول التي تتناول ماكس فيبر ولوكاتش والتي تشكل مساهم الإيجابي للكتاب مأخذة جزئين من دروسه ألقاها عام 1953 وعنوان مواد لفلسفة التاريخ وماكس فيك كما يقترح يقدم المفهوم الأول الليبرالية مهمة مما يميزها عن الليبرالية ويمكن أن يكون نموذج المفهوم جديد للحرية ضد الرأسمالية بعد أن درسها لوكاتش أيضا قاد إلى التوفيق بين الأفذل التي جمعها فيبر معا بشكل بطولي مما جعل الديلكتيك حقيقة ورقعية على عكس من ذلك تفعل بلاشفة الحد من هذه التناقضات نفسها التي كانت على الماركسية أن تتغلب عليها قبل كل شيء الحقيقة والعنف والموضوعية والذاتية في التاريخ وينتبق شيئة نفسها على سارتر قد قادوا معا إلى تصفيت الديالكتيك الثوري الذي حاول مارلو بونتي تحقيقها حتى يتمكن من فهم التاريخ بشكل الديالكتيك مرة أخر ومع ذلك إذا كان هناك بالفعل انقطاعا سياسيا في أن هذه دورة التدريبية الأولى في الديالكتيك تتواصل مع سلسلة من الدورات التدريبية بالتعبير واللغة والأدب على الوقت أن لذلك في أن مغامرات الديالكتيك هو أول كتب نشره مارلو بونتي ومنذ محضرته الافتتاحية في المعهد الفرنسي والذي كان أحد الموضوعات الرئيسية اللي جانب التعبير ومهمة الفلسفة فلسفة التاريخ مثل يمكن فهمها ليس فقط بعد هيجل والماركس ولكن أيضا بعد علم اللغة لدى دي سوسير فردينون دي سوسير يعني الألسوني ليس فقط فلسفة التاريخ هي التي يجب إعادة تفكير فيها من أجر موارلو بونتي ولكن الفلسفة كلها ولذي الغاية يجب أن ينظر إلى الماركسية لأنها فلسفة دون امتياز بخلاف ما تسمح بفهمها قد أجرى إصلاحا شيء من المفهيم الفلسفية التي ستصبح مركزية في فكرة بناء على دراساته اللغة والتعبير فيما يتعلق بالآخرين والتي كان يوصلها منذ من وجه الإدراق أسفرت هذه الدراسة أيضا عن كتاب غير مكتمل اسمه نثر العالم بروز دي مونت وكذلك في دوراتها الأولى في المعهد الفرنسي في حوله من وجه الكلام في هذا الصدد يتعامل في مغامرة الديالكتيك مع مفهيم مهمة بالفعل ومفهيم أخر ستصبح كذلك قريبا أولا تعامل مع أحد الدورات لسنة 1954 و55 مع المؤسسة في التاريخ الشخصي والعام كما يشير عنوانها فإن مفهوم المؤسس الذي يتبنى المفهوم الهوصل للتأسيس بالوقف والذي لديه لحظات ما يدرسه بالفعل بموجب شروط الأسيس والترصب أو التحادث باللغة واللغة المنطقة يربط قصة فرد بقصة الآخرين والمجتمع إنها مسألة التخلي نهائيا عن فلسفة الوعي من أجل المحاولة تفاهم ما تفعله الذات كيف تفعل دائما مع الآخرين يعني هذه على غاية من وتعلم أننا جميعا نعمل على نفس الأشياء نحن نتعامل بصمرا مع المؤسسات والمصففات الرمزية وأساليب الحياة التي تم إنشئها بالفعل بشكل هام وهي هامة ومتاحة لنا لقعد تأسيسها وجعلها لنا نجده فيها ونجده أنفسنا فيها نجد الآخرين فينا ونتصرف بأخذ الأدوار والإمكانات المحدة أمامنا والتي تحددنا بقدر ما نحددها بدولنا بعد ذلك تتعلق دورات 1955-1956 بالديالكتيك من ناحية كما فهم في تاريخ الفلسفة من زينون إلى ماركس ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بتطور فكرة يعني بتطور فكرة في الديالكتيك باعتبارها ديالكتيك حي الفكر الذي مثل حركة الوجود ذاته الذي لا يتوقف أبداً حيث لا يوجد توريفة نهائية تم العثور على هذا الديالكتيك الحي من منسك الفكر ومن الوجود البشري هذا تم فتحت في منوجه على الأنتولوجي لم يعد هناك أي تنقض أو تعارب بل هناك حركة وتبادل تباتلية مصمرة للذات لفكرة المؤسسة والعمل المتنهي المتمثل في تول عمل الذات وعمل الآخرين بشكل عشوائي يستجيب لي فكرة الإفراط في الديالكتيك الديالكتيك دون التأليف من خلال هذين المفهومين يمكن أن يفكر مارلو بونتي معا في الشمولية والخصوصية والموضوعية والذاتية سيكون التاريخ والأنتولوجيا على كلا الجانبين ولكن أيضا إلى حد معين في المفهومين ومعهما السياسة والإتقة إلى حد ما التي سيعاد تفكير فيهما ما أدى إلى المشروع الجذل لكتاب المرئي ولا مرئي أخ الكتاب نشره مارلو بونتي إذن نأتي إلى نقطة المهمة يصار جدي هل هو يصر شوي أم يصر إشتراك فكرة يسيري فقط تتمثل ممارسة مارلو بونتي في فهم العالم وبالتالي فهم السياسة إعادة تفكير في السياسة إعادة تأسيس اللاهاء وكذلك تقديم إمكانيات للفعل للعمل السياسي في هذا صدد الأمر المتروك للفرد لاتخاذ خياراته ضمن الحالة الطارقة ومن المعرفة المحدودة التي قد تكون لديها عن وضع أظهر فهم مارلو بونتي الجديد للسياسة الفرنسية والعالمية في الخمسينات من قرن الماضي استحالة الثورة وحتى الرغبة في ذلك والحاجة إلى فكر سياسة يسيري شوعي جديد لم يطور مارلو بونتي فقط بطريقة برمجية ما سيكون عليه هذا اليسار الجديد في الواقع لقد أوضحت العديد من المقالات خطوط المعينة منه تتحدث خاتمة مغامرات الدياركتيك بالفعل عن رفض البؤس والاستغلال أين مكان في الاتحاد السوفيت أو في غيره كما والحال في فرنسا ولدعم حوريتنا دون استبدالها انتقاد الرأسمالية من خلال إعادة كشف نقدها بالكامل من خلال الماركسية إذا تم رفض فلسفة التاريخ هذه فهو يعارض مارلو بونتي من الإنسانية والإرهاب ولو يمكن تجنب وجود فلسفة التاريخ ويجب علينا إعادة تفكير فيها ثم تأخذ معركة مارلو بونتي مستوى جديد ستكون مسألة إظهار أن البديل بين الشعوعية ومناظت الشعوعية لزا بعيدا وأن انتقاد أحدهم يتطلب انتقاد الآخر عليك أن تخرج من روح التكتيكات لتكونها مستقلا ولتطور وجهة نظريك وترى الحقاقة وتنهي شلال السياسي إذا كانت يعني هذه على غاية من الأهمية هذه الجملة التي قالها مارلو بونتي على غاية من الأهمية علينا أن نسجلها إذا كانت الوثائق الخاصة بهذا المعنى مبعثرة إلى حد ما فنحن نعلم أن مارلو بونتي يشارك الوثائق الخاصة باليسار الجديد مبعثرة غير موجودة خواتيم لمؤلفات عديدة من فيمولوج الإدراك الحسي إلى مغامرة الديالكتيك إلى يعني فنحن نعلم أن مارلو بونتي يشارك في مجموعات معين حول بيير مانديز في فرانس جالس في البداية في لجنة العمل الديمقراطية التي تأس داخل حزب الراديكالي قبل تردح مع مؤسسي ثم فتحات القوات الديمقراطية من خمسة مثقفين آخرين ولكن أيضا مع أهم الشخصيات ليسار الشيوعي في ذلك الوقت من في ذلك مانديز فرانس وميتيرون معناه بها سنة 1954 إلى 1956 كان ينشر بانتظام في الإكسبريس هذا كان أسلذهم في المعهد الفرنسي يجيب على أسئلة القراحة وللوضع السياسي ثم انضم إلى دفات الجمهورية مجلة أو كتاب أو صحيفة التي أنشأها مونداز فرانس في عام 1956 والتي كانت في ذلك الوقت معمل اليسار الجديد يهتم دائما بتطور العلم الإنسانية ويستشهد الآن بأعمال الفريد ساوفي في علم الاجتماع والاقتصاد والتي تفتح نقدا للتملك الخاص أو حتى تستمد الإلهام من أعمال العرق والتاريخ لصديقة كلود ليبيستراوس والعالم الثالث جورج بالوندير لمواصلة وتوسيع نقد الاستعمار الذي بدأ عند إنشاء مجالة الأزمنة الحديث وجعله جزء من نقد الرأسمانية هذه مراجعة مراجعة الجديدة مرة أخرى تفتح العلوم الاجتماعية الطريق إلى معرفة عاصرة إنه قبل كريشية ضد الاستعمار الذي يتحدث عنه بينما يسافر في إفريقيا ويواصل مشروع الفلسفة للأونتولوجيا الجديدة الذي أعلن عن أسسه في فلسفته للتاريخ ذي كان مرلو بونتي يعارض التحذيب بشكل اللي لبس فيه في أنه يرفض أي موقف أخلاقي في السياسة مثل هذا الرفض شخصي ولا يجعل من الممكن سياقة سياسة حوله ولا ينبغي نقل الإديولوجيا الثورية إلى البلدان المستعمرة في انتقاد الموقف اليسار غير شوعي من الاستعمار فإن فلسفته في التاريخ والسياسي هي التي يواصلوا على أرض الواقع حالة البلدان المستعمرة تحتوي على إمكانات قوية دون وجود أي منها ضروري وبالمثل فإن الانتقادات التقليدية الاستعمار تحتاج إلى إعادة نظر قبل كل شيء المشكلة تتعلق بالتنمية ولسف بالثورة وبما أن الاستعمار لم يعد كما كان عليه من قبل وما زال الأوروبيون موجودين في البلدان المستعمرة وإذا كان ذلك بأعداد صغيرة عملهم يظهر أن الاستغلال لم يعد موجودا كمشكلة رئيسية يكون أما الاستمرار في سياسة القمع التي فشلت أو المساهمة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية والتعبير السياسي لهذه البلدان يجب أن نترك جانب الإيديولوجيا ونقد استغلال الاستعمار حتى نرى المشكلة التي هي الآن أكثر أهمية ونرى ما يمكن أن تفعلها فرنسا في التاريخ واختتم حديثها بالقول أن اللقاء أوروبا بدول المستعمرة كان بالدم والكراهية لكن العلاقة بما أنها ستستمر بشكل أو بآخر بغض النظر عن التطاولات السياسية يجب أن تستمر في هذا الاتجاه خاتمة أحد نصوص مارلو بونت الأخير هو مقدمة لمجموعة علامات سيني التي نشرت بها في عام 1969 وتحتوي على مقالات عن الفلسفة والسياسة يعود تاريخها إلى عام 1947 يعتبر التدخل بين الفلسفة والسياسة لأحد الموضوعات المركزية من خلال مشكلة الفكرة الفلسفة للسياسة وصعوبة الحفاظ على القيط الذي يربط بينها هاموها دون التخلي عن ما هو مناسب لها في الفلسفة كما في السياسة ليمكن أن تكون هناك إجابة مختصرة ومختضبة لأن التاريخ ليسمح الفكر أو الحدث بأن يكون صحيحا أو خاطئا في عام 1969 ما هو ضروري أولا لليسار هو فهم ماركس كفيلسوف وحرمانه من كل الأولوية السياسية الديولوجية التي كانت له ولكن أيضا رفض التخلي عنه اكترح مارلو بونتي ميلي أن كونك ماركسين لا علاقة له بماركس بقدر علاقة كونك ديكارتي مع ديكارت ويستمد معناها الكامل من يعني ما هو مزدوج ضد الماركسية ذكرنا مارلو بونتي أنه من المستحيل اختزال الفلسفة في ظروفه السياسية تماما كما لا يمكن تفسير السياسة فقط بالفكر الذي يقوم عليها الفلسفة مثل السياسة تقع في الزمان والمكان ولها مسؤولياتها الخاصة وأفعالها عن بعد على التاريخ من هذا المنصب يجب علي العودة إلى الاتصال بالآخرين داخل العالم إلى الكلمة التي توحدنا بهم إلى مقياس المرء وغير المرء الذي تشكل علاقتنا بهم علاقة سياسية لكن ليست فقط سياسية في هذا النسيج حيث نحن مرتبطون بالآخرين فقط إذا حفظنا على فضيلة دون أي استسلام في مواجهة الشر والشدادة التي تولد هناك فإننا سوف نبحث عن فرصة للسعادة والحقيقة فكيف يمثل كوريكور هذا الامتداد الطبيعي والفلسفي لهذا اليسار الجديد الذي حلم به يعني شكراً جزيلاً أرجو أن تكون هذا المداخل أقل إيش فاتغلي لكم إلى لقاء في مداخل حول موربونتي جديدة لأمان